الفناني كنزا مرسا أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفان مؤخرا فيست بجائزة أفضل فناني شابة بإفريق فشو بتخبرين عني هاي الجائزة وقد بتعديلك جائزة متل أي جائزة باخدها أو بيهدوني ياها الفانز أو الناس اللي بيحبوني نعتبرها متل ما سبق وقلت هي تعبير عن حب وتشجيع واهتمام سواء من الناس اللي بتحبك سواء يعني من الناس اللي بتتابعك فالحمد لله يعني أنا بصراحة هادي الجوائز ما نكدبش عليك ما تعني ليش بزاف يعني ما عنديش هاوس بالجوائز أو لكن لما بحصل على جائزة يعني بشكر وطبعا الحمد لله وبشوف أنه فيه فيه اهتمام وفيه دعم من الناس اللي بتحبني أو من الناس اللي بتتابعني عموما كيف كانت هايدي السنة عليك كيف توصفيا وشو قمنتك للسنة الجديدة 2019 أنا بشوفها الحمد لله يعني كانت سنة ناجحة نوعا ما بالنسبة لي هذي من طماعة لكن 2020 يا رب يا رب يعني هذا شي مش بيدنا مش نحن نعرف 2020 كيف رح تكون لكن رح نسعى أنه رح تكون أحلى وأنجح من 2019 فيه هدف محدد بتحطيه براسك أنك توصلي له بال2020 أهداف مش هدف واحد أهداف يعني فنيا وشخصيا ويعني السؤال الأخير عندك علاقات بالوسط الفني عندك أصدقاء يعني يعني مش كتير يعني معارف أكتر منها صداقات يعني ما بتأمن بالصداقت بالوسط الفني شوف يعني مش ما بآمن بس أنا ما مش من الناس اللي بسعى أنه يكون عندي صداقات بالوسط الفني لكن عندي صداقات طبعا عندي عندي ليا مخول عندي إلي إليا هذو أصدقاء من أيام البرنامج فأنا منعتبرهمش أصلا من المجال عرفت يعني منعتبرهمش منافسين خصوصا أنه أنا وليا يعني علاقتنا أخوية أكتر منها منها يعني فنية فالناس اللي عرفتهم ممكن قبل الشهرة هم أعتقد الناس اللي يستاهلوا صداقتي لكن الناس اللي تتعرف عليهم بعد الشهرة بأعتقد أنه أفضل يفضلوا معارف وزمالة فقط موسيقى 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 شكرا